السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل العادة تؤخر الدورة أم لا هل العادة السرية تؤخر الدورة في بداية الأمر يجب أن ننوه أن العادة السرية هي محرمة عند جمهور العلماء لن نذكر تفاصيل التحريم لكننا سوف نكتفي في هذا الفيديو بإذن الله بذكر الإجابة على سؤال هل تؤثر العادة السرية على الدورة الشهرية أم لا والإجابة هي النافية فلا تؤثر العادة السرية أو الاستمناء على الدورة الشهرية على الإطلاق كما أنه من الشائع حدوث تأخر واضطراب في الدورة الشهرية في المراحل الأولى بعد البلوغ وفيما يلي سوف أذكر لكم بعض الحالات التي تستدعي مراجعة الطبيبة النسائية ألم ومغس شديد في البطن توقف الدورة لفترة طويلة طول المدة الفاصلة بين الدورات الشهرية بما لا يقل عن 45 يوم من كل دورة أو ملاحظة نمو الشعر في مناطق غير اعتيادية في الجسم مثل البطن أو الزقن أو حدوث اضطراب في الدورة الشهرية بعد أن كانت منتظمة أو نزول الدورة كل 21 يوم أو أقل أو وجود نزيف مهبالي شديد خلال أيام نزيف الدورة أو استمرار نزيف الدورة لأكثر من سبعة أيام أو وجود نزيف بين الدورات الشهرية والآن سوف أذكر لكم سريعا بعض الأسباب المؤدية إلى تأخر الدورة الشهرية لدى الفتيات في العديد من الحالات تكون الأسباب عرضية ولا تستدعي العلاج وفي بعض الحالات الأخرى قد تحتاج الفتاة لبعض العلاجات الصحية لاستعادة انتظام الدورة الشهرية وإليكم بعض الأسباب التي تؤدي لتأخر الدورة الشهرية أولا الضغط النفسي والجسدي يؤثر الضغط النفسي والجسدي في نسبة بعض الهرمونات في الجسم وهو ما قد ينعكس على انتظام الدورة الشهرية أيضا ويمكن في هذه الحالة التخلص من هذا التأثير بالحصول على الراحة الكافية وممارسة تمارين الاسترخاء للحد من التوتر النفسي ثانيا الوزن الغير الطبيعي تؤثر النحافة الزائدة أو السمنة الزائدة في انتظام الدورة الشهرية لذا يجب الحرص دائما على المحافظة على الوزن المثالي ثالثا التمارين الشاقة تؤدي ممارسة التمارين الشاقة أو البدء بممارسة التمارين الرياضية بشكل مفاجئ إلى اضطراب الدورة لدى بعض الفتيات رابعا اضطرابات الجهاز التناسلي توجد مجموعة من اضطرابات الجهاز التناسلي لدى الفتاة والتي قد تؤثر في انتظام الدورة الشهرية أو تأخرها وتتطلب هذه الاضطرابات الخضوع للعلاجات الصحية المناسبة ومنها متلازمة المبيض وتعدد الكيسات في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكمنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر